موسيقى 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 ناس معني أحبه التركيز في مثل الزارع لذا تلاحظ هو ليس عميش نميت لكن عميش أصمرت موسيقى نحن عيوننا على المكان الغلط لحظوا يسوع جلعان التينة قد دائما نقول ماذا قصت يسوع والتين يا أخي؟ ماذا هو التين؟ التين يرمز إلى قلة الإسمار شجر التين الغلواز اقترب منها لقيها مورقة لكن لا يوجدها سمر الله يطلع كثير أشخاص لربما مخادعين يبدو من الخارج أخضر ولذيذ ومفرح لكن الرب يؤطف ويأكل من سمرك يقول الذي ينتج سمر ينقيه لكي ينتج مزيد من السمر إذن الرب ليس فقط يرضى بأنك أنت تسمر الله يريد لك كذلك تلمزة وكنيسة كل أسبوع كذلك تحك على المؤمنين ليس بأنه الرب يغير بشخصيتك يغير بعاداتك يغير تصرفاتك يغير بأفكارك يغير بقلبك يغير بكيف تفكر كيف تسلك إلى آخره لأنه ها هي التلمزة التلمزة ليس أن يغير بعقيدتك العقيدة إماننا فيها ونحن السلكين فيها إنما التلمزة هي أن يتغير أنا كإنسان كيف إتعاطى مع الإنسان وليس لهذا أنا وإياك لما عم نتغير هي من أجل أن شوه ننتج سمران أكثر قال ينقيه كثير حلو كان موسمك سنتك الماضي كانت رائعة الرب أقامك استخدمك أسمرت برافو في موسم جديد يبدأ بينه لنرى الأشياء الرائعة التي عملتها برافو الأشياء التي ليس كثير منيحة ويأتي مقص ويبدأ الرب يشحل فينا تخيل المقص عم يقطع علينا لماذا يحدث معي هذا؟ من أجل أن أسمر أكثر لماذا يتوجع أنا الآن؟ لماذا هناك قصص يقطع فيها؟ من أجل أن أسمر أكثر أنت منك من أخصان أصلية لكن شيلك الرب من زيتون برية وشيلك من أشجار برية ووضعك بالزيتون وطعمك من أجل أن تسمر قال إذا هيدول قادرين أن يطعموا بشجرة وليس شجرتهم كم بالحري أخصان أصلية تطعم من جديد إذا حتى عندما يقطعك يقطعك لكي يعالجك ورابعا أقول لك اليوم أنا لا أفض منك الأمل لأنه هدفي أن تسمر أنا لا أترك حتى لإطرحك في الخارج لكي تجف ثم تحرق بالنار وتفحم أقول لك بالحقيقة ما يقول لي عن الناس منشفة روحيا ما يقول لي عن الناس محترقة روحيا هو تعرف ما هم هيدول الأشخاص ليس سيبتين بالكرمة وعولجوا لربما لكن لا أريد أن يراجعوا يثبتوا في الكرمة أنا وراب اليوم عاب يعالج الله قصبة مقصوفة لا يكسر فتيلة مدخنة لا يطفئ له هيك لحدك له في أمل منك بعد شكرا 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 شكرا